أعلنت مدرية التربية والتعليم محافظة سهاج أن هناك 125 مدرسة جديدة بقرى حياة كريمة من المنتظر دخولها للخدمة تباعا على أن تؤدي جميع هذه المدارس دورها العام الدرسي القادم وتتيح هذه المدارس 1600 تفصل بتكلفة تتعدى 650 مليون جنيه هذا وقدم إنشاء هذه المدارس وفق رؤية تطوير التعليم ورؤية مصر 2030 بأكواد تعليمية جديدة وأنظمة تهوية وملاعب وأماكن للأنشطة بشكل متميز أكثر من 125 مدرسة سوف تدخل الخدمة العام القادم بتكلفة أكثر من 650 مليون جنيه اللي هتضيف للعملية التعليمية أكثر من 1600 فصل يعني مدارس جديدة بإنشاءات جديدة بملاعب جديدة سوف تقدم العملية التعليمية والأنشطة انطلاقا من رؤية مصر 2030 هذه المدارس سوف تدخل الخدمة العام القادم برؤية جديدة كمان هذه المدارس اللي بيتم إنشاءها بأكواد جديدة لم تحجز من قبل من خلال فصول دراسية أنظمة تهوية جيدة ملاعب متميزة سوف تؤدي إلى تفعيل الأنشطة المدرسية بالمدارس وتؤدي إلى تخفيض الكسفات بالفصول الدراسية بمحافظة السهاج